خلال اثنين دقيقة. ثم في اتجاه ان الغرب بسرعة منتظمة تمانية متر على الثانية لمدة تلاتين ثانية. عليكم السلام. فان مبتجة السرعة المتوسطة يتاوي نقطة. الناس تشتغل كده ايش يعني. اللي جاء بتاعتنا صفر فعلا. اه المسافة اللي تحركها نحية الشرق اصلا بتساوي امتين واربعين متر. واللي تحركها نحية الغرب اصلا بتساوي برضو امتين واربعين متر. فان اطالب منك اصلا ايه? الازاحة. عشان نقسمها على الزمن. فيبقى بصفر على الزمن هيطلع ايناتك بصفر. عشي. يعني ما فاش منقشات كتير دي بس ماشي. واللي في تجربة. اللقاء حجر نارد مرتين. فان احتمال ان يكون المجموع العددين الظاهرين. عدد اولي يساوي نقط. خمستاشر. يبقى الاجابة بتاعتي خمسة على الاتناشر تماما. بس انا اوزك تاخد بادك بس. هو عاوز عدد المجموعية على دين يطلع عدد اولين. فعشان اشوف حاجة زي دي. انا لازم اكون كاتب عناصر للفضاء نفسها. اللي هي واحد واحد آآ واحد واتنين واحد وثلاثة واحد واربعة. لازم اكون كاتب عناصر للفضاء كلها. علشان اشوف الناتج خمسة على الاتناشر. او عشان اشوف ان عدد الفضاء بستة وتلاتين وعشان اتأكد ان عدد العناصر بتاع مجموع العددين لازم يطلع اول اتنين تلاتة خمسة سبعة كده يعني. عليكم السلام. سواء عملت الفضاء على الشبكة زمان انتم بتعملوها كده. ليه الشبكة بتاعين انتم تعملوها? او لو انت كتبت الفضاء كده عناصره بايه دك كده واحد 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 مش عارف ايه. واتنين واحد وتلاتة وهكزا. راحتك يعني. انت بتعدي خمسة شهر دي جات منين براح اعد الاعداد لمجموعهم يديني عدد اولي. يعني الفضاء بتاع بيكون واحد 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 واتنين واحد وتلاتة واحد واربعة واحد وخمسة واحد وستة. وبافضل اكمل كده بنفس الاسلوب بس باشيل واحد واحد وحط اتنين. يبقى اتنين واحد اتنين وتلاتة لغاية السنة. بتمسك العناصر دي ويتجمع العنصرين كده كل العنصرين كده تجمعهم. لو مجموعهم اطلع عدد اولي يبقى احسابه ده معي في الحزبان. اتنين واحد اتنين تلاتة عدد اولي معي في الحزبان. واحد وتلاتة اربعة عدد اولي لا اشيله. واحد واربعة خمسة عدد اولي معي. واحد وخمسة ستة لا اشيل واحد وستة سبع يبقى معي وهكزا. هتفضل تعدة يطلعوا خمستاشر واحد. يطلعوا خمستاشر واحد. انت هتفضل بقى هتكمل لغاية ما توصل لستة واحد ستة واتنين ستة وتلاتة ستة واربعة عاوز تعملها على الشبكة هتبقى اسرع بالنسبة لك مفيش اي مشكلة. ماشي. نشوف السؤال اللي بعده. بتركزه في الحصة بس يا جدعان كده معلش يعني مش حاسس ان الصوت جامد قوي يعني كده للدرجات دي ولا انتو بتفورو شوية بقى. قذفة جسم رأسي لأعلى عدد بقبل الاسم على نفسه على الواحد اي بسرعة ابتدائية تسعة وتلاتين واتنين من عشرة متر على الثانية. من كمة مبنى ارتفاعه تمانين متر. فان الفترة الزمنية التي يكون عندها يا الله ها حدثوا يا شبابها كده المفروض ان الكتابة اضحى على فكرة ما كانتش في اي مشكلة في الكتابة عندي اصلا. التي يكون عندها ارتفاع الجسم عن الارض اكبر من ارتفاع المبنى تساوي نوت ومديني لجابات من نون تساوي اربعة الى تمانية من نون تساوي سفر الى تمانية من نون تساوي سفر الى اربعة من نون تساوي اتنين الى تمانية راكز في السؤال كده وما تتصرعش يعني مسلا ارتفاع المبنى على بعد كام اللي على بعد تمانين متر فالكرة اللي موجودة هنا خزفت لاعلى لغاية ما وصلت لاكسر ارتفاع وبعدين وعدت على الارض تانية حد فازاي تجيب مسافة اكسر ارتفاع او زمن اكسر ارتفاع اللي والله يعني صفر اللي ابتد اياه بتسعة وتلاتين واتنين من عشرة وبتحرك لأعلى يعني عجلة الجسمية بسالة تسعة وتمانية واكسر ارتفاع عن السرعة الانهائية بصفر فلو انا عاوز اجيب زمن هقول له عين بيساوي عين صفر زي الده النون يبقى النون بتاعته بيساوي تسعة وتلاتين واتنين على تسعة وتمانية من عشرة انهم طلعوا باربع سوائن يعني الزمن هنا اسمه اربع سوائن الناس بقى ليه اختارت من صفر لتمانية عاوز افهم اجابة كلين الرد بس بتاع الناس عشان ما ما حسش ان الناس بتجاوب يعني بتشوف الاجابات الناس في الشات ودوم راح ايلة زي هون هينزل تاني بالزبط جدا هو المفروض الارتفاع يكون اكبر من تمانين او يعني على بعد تمانين متر من صفح الارض يعني هيبقى واقف هنا الجسم هيبقى واقف هنا فالجسم اللي هو واقف هنا ده ده بالنسبة لي الارتفاع تمانين فان هطلع لفوق هطلع لفوق طول ما انا واقف فوق انا كده الجسم ابعد من تمانين اعلى من المبنى يعني فهيفضل هنا واقف فوق اعلى من المبنى لغاية ما يوصل هنا إليهم الان لما ينزل فغالى ناحمة erhalten غير المنى يبقى بين هو الطاقة الخيارات في اسafah طاقة الجسم يصكون في اعلى من المنى بعد الفترة الجسم يصبح هابة Savior ع عن الأرض الائجاية تصبح من الصفر إلى او năm إليز من بعد نوم باربعانة طلعت اربع سواني والنحية التانية اربع سواني برضو زمن الصعود هو الهبوط فبالتالي يبقى الحت زمن هنا يبقى ثمان سواني فخلال الفترة دي كلها الجسم هيكون اعلى من المبنى خلال الفترة بتاعتي من صفر للاول ثمانية يعني. مسألة تانية بيقول صندوق به ثمان بطاقات من واحد الى ثمانية. سحبت بطاقتان واحدة بعد الاخرى فان احتمال ان يكون الفرق المطلق بين الرقمين يوزيوين تلاتي. روانوات قال لي والله ان ده سهي الفكرة كلها في حتة ان انت عندك تمن بطاقات فانت عارف ان الفضاء بتاعي بيساوي اربعة وستين. اربعة وستين ده ليه? اللي تمانية في تمانية. يعني ده الفضاء. فانا عاوز اعرف عدد العناصر اللي انا لو طرحتهم من بعض بس طرحتهم من بعض فرق مطلق يعني. هتلاقي ان النتج بتاعك بيساوي اتنين. فايه هم الارقام دي? زي ايه? اهو اتنين واربعة او واربعة واتنين او ستة واربعة او اربعة وستة او واحد وثلاثة او تلاتة او واحد. انا ليه باخد الرقم واكرره تاني واحد وثلاثة او تلاتة واحد. علشان واحد وثلاثة هيديさينب اسالب اتنين. دس انا هاخد المطلق بتاعه اللوال الاتنين بس. مطلق او. يعني تمانية وستة او وتمانية. في حاجة تانية. تلاتة وخمسة. او خمسة وتلاتة. انا غيرتها يا عمد الرحمن. تمانية في تمانية علشان زمان انا قلت لك برضو حجر دي كده مسلا. قلت الحجر دي ده انا عاوز ارميه مرتين. فتعرف تقول لي لي عدد فضاء الفضاء بتاعك هيبقى كام لما ارمي حجر مرتين هتقول لي ستة في ستة. برضو هنا انا 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 هسحب مرة وهرجع واسحب تاني وبتمانية في تمانية. وكان في كمان خمسة وسبعة وسبعة وخمسة. خمسة وسبعة وسبعة وخمسة. فيطلع كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. يطلع حداشر على ربعة وستين. كاتب الارقام في الاخواس نصر وفي رقم تاني يميش اخذ بالي منه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر على ربعة وستين. لي انا كاتب في اكواس علشان انا رميده مرتين. يعني علشان ان بقي زوج مرتب كده ان انا في تجربة وبعدين تجربة تانية. زي لما بتكتب الفضاء بتاع العينة بتاع حجر النارد في مرتين فانا بكتبه برضو بزوج مرتب. عشان اقول له دي المرة الاولى ودي المرة التانية. انت عندك تمن بطاقات يا سما. تمن بطاقات. التمن بطاقات دي انت بتروح تشوفه يعني الاعداد اللي في التمن بطاقات دول طرحوهم يدين اتنين. فعندك اتنين واربعة واربعة واتنين. بس الطرحي مش شرط سليب اتنين. المهم يطلع النتج باتنين. حتى لو خدت الفرق المطلق ما بينه. فبتروح تشوفوا كل الاعداد من واحد لتمانية. مين الاعداد اللي طرحوهم يدين اتنين. بس. هطلع اتناشر واحد. على الفضاء بتاعي يعني اربعة وستين. الاحلال يعني الارجعي هدي. سؤال كمان. بيقول لي كرتان. كتلة الاولى كاف كيلو جرام. وكتلة التانية تسعة على اتنين كاف كيلو جرام. ما هو معي الارجع ده عبد الرحمن يعني معناه ان انت لما تسحب بالبطاقة هترجعها تاني فهيرجعوا تاني البطاقات تانية عبد الرحمن. فهي بقى تمانية في تمانين. او كانش هالكلمة الاحلال دي كنت اقول له تمانية في سبعة عبد الرحمن. بحيز كانت المسافة بين مركز ايهما عشرة متر. فان قوة الجازب العام مساوي نهط. طبعا انا مش هديك السابة العام علشان انا عارف ان انت حافظه. مساوي سابة الجازب العام في كاف واحد كاف اتنين على المسافة تربية. سؤال زي ده او يعني اقصد سؤال زي درس الجازب العام ده تحاول ان انت تكون مقفل السؤال يعني السؤال مفوش حاجة او مفوش غلطة ان انت يعني انها درجة اصلا تقع في تقع منها يعني. اولا تثبت الجازب العام ستة سبعة وستين في عشر عسي سلم حزاشر وانا حافظه علشان مش هافرق معي جايلي في ورقة ولا مش جايلي في ورقة مش هافرق معي ورقة اصلا ولا ما فيش. بالنسبة للكتلتين تأكد مليون في المية ان الكتل بتاعتك بواحدة الكيلو جرام. تأكد ان الكتل بتاعتك بالواحدة الكيلو جرام. واللي تتأكد اكتر منه ان البعد ما بين المركزين بالمتر. ان البعد ما بين المركزين بالمتر. وخد بالك. غالبا بديك مثلا البعد كده. وهم رايح بديك البعد الاولاني ده بالكيلو متر. وديك البعد التاني اللي هو نص كتر بالمتر. حول الوحدات. حول الوحدات وجمعهم. ولما تيجي تجمعهم ما تجمع ليش كيلومتر زيد متر وبعدين انتم بتحول يعني هخليهم كلهم واحدة واحدة الاول كلهم بالمتر كلهم بالكيلو جمع وبعد ما تخلص تجميع بنفس الوحدة بحول في الاخر خليها للمتر وما تنساش اربع المسافة اللي في المقام دي ايا كان بقى المطلوب قال لي وبرده خد بالك من حاجة ان الكاف بتاعتك دي وده ينفع شلها وحطه مكانها كاف دال على اساس ان لو في سؤال مش مديني الكتلة التانية هاخد ان اللي دي كاف واحد ودي كاف واحد وكاف واحد دي هحطها بواحد وشوف المجهول في المسألة ممكن يكون كاف اتنين اي امكان يا انا المهم بالنسبة للمسألة اللي قدامي انا معي الفاء الفاء انا مديها لك بعشرة فقوله هنا يبعى عشرة تربيع معي كاف واحد بكام اللي هشيلها وحط مكانها كاف وشيلدي وحط مكانها تسعة على الاتنين كاف فالكاف هطل مع الكاف يعني هيطلع معي قومة الكاف بيسويين ستة سبعة وستين فعشرة واستسالة بحداشرة مضروبة في تسعة على الاتنين اللي هو اربعة ونص عالمية هشوف الناتج بكام عشان اللي اختلافات بتاعة الناس سبعة وستين فعشرة واستسالة بحداشرة فينه طلعة تلاتة علامة زيرو زيرو واحد خمسة فعشرة واستسالة بحداشرة لو انا في المسألة دي طالب منك اوجد المسافة الكلية خلال خمسة داشرة ثانية يساوي نقاط ومديني الرسمة دي ما بين السرعة بمترة على الثانية وبين الزمن والرسمة كده انا عاوز مسافة او ازاحة ايا كان طلب منك ايه فهي بتسوي المساحة تحت المنحنة بس ده في حالة مين؟ في حالة ان الرسمة بتاعتي سرعة مع زمن طب افرد الرسمة يا شباب كانت اللي قدامي كانت عجلة مع زمن يبقى المفروض هيطلب مني ايه تتوقع كده؟ هيطلب منك سرعة لو اجاب لك الرسمة هنا عجلة مع الزمن هيطلب منك سرعة تبالسرعة هتسوي ايه؟ من الرسمة هتسوي ايه؟ هتسوي مساحة بغض النظر ان انت هتفهم الكلام ده ان شاء الله السنة الجاية بس تخليك دايما عارف ان دايما الكبير لما تجي تجيب اللي اصغر منه هات المساحة الكبير لما تجي تجيب اللي اصغر منه هات المساحة يعني العجلة بالنسبة لك عاوز تجيب منها اللي اقل فتجيب المساحة اللي في الرسمة تجيب انت كده اللي اقل طب عندك السرعة عاوز اجيب العجلة يبقى تجيب الميل يبقى لو من كبير واللي صغير فتجيب مساحة طب لو من صغير لكبير هات الميل يعني مسلا عندي رسمة مسافة وطالب منك السرعة فهات الميل بتاع الخط المستقيم يبقى انت جده جبت السرعة عندي رسمة سرعة وعاوز اجيب عجلة هات الميل يبقى انت لسرعة جاءت لي عجلة زائحة ليس هتفرع معي في حاجة. انا بيعرف حل التلاتة. فالمسألة اللي قدام حضرتك دلوقتي انا عاوز المساحة اللي تحت المنحنة. قال لي انا عاوز المساحة دي. والمساحة دي. المساحة اللي على اليمين دي هتوب بعبارة عن عشرة في عشرة زائل. المساحة اللي على الشمال دي قال لي مساحة شبه منحرف. شبه منحرف مساحة مجموعة القاعدتين المتوزيتين. يعني القاعدة دي اسمها عشرة القاعدة دي اسمها تلاتين على الاتنين في الارتفاع الارتفاع بينهم خمسة يبقى تلاتين زايد عشرة على الاتنين مضروبة في خمسة طلعت المسافة بالمتر تمام ركز في حوار الرسومات انت عندك تلاتة رسومات مش حوار يعني فسوأ جاب لك الرسمة دي او دي او دي انت مش هيفرق معك حاجة استغرف ان انت ازاي تجيب كل واحدة من التانية حلو نشوف اه امسانة تانية بس مع زمن ايا كان شكل الرسمة اللي قدامك دي عاوز تجيب منها السرعة يبقى السرعة هتساوي ايه الميل طب عندي رسمة تانية كده سرعة مع زمن عاوز تجيب منها مسافة فهتساوي مساحة عاوز تجيب منها عجلة هتساوي الميل فانا قلت لك دايما 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 عندك الحاجة الصغيرة عاوز تجيب منها الكبير يعني هنا صغير وعاوز تجيب هنا الكبير يعني الصغير ده اللي هو الازاحة عاوز تجيب الكبير اللي هو السرعة يبقى تجيب الميل صغير او الصغير ممكن يكون عجلة سرعة وعاوز تجيب منه الكبير اللي هو العجلة برضو ميل طب لو العكس يبقى امسح عندي سرعة عاوز اجيب مسافة يبقى امسح عندي عاجل او عاوز اجيب سرعة يبقى امسح بس مجموعة قاعدتين متوازيتين على الاثنين في الارتفاعية برضة اللي باتتين شوف شوية تسلين كده ايه ايه ممكن لما ربنا قرمني وسبتلك الوقت اطول من كده يعني ايه ربنا سهلها بس تمام ايه اه بقولي في التجوة تلكوها حاجر رونالد مرتين. مرتين يعني كده معناه ان عدد الفضاء بستة وتلاتين زي احنا متأكدين يعني. والاحتمال حصول على عدد زوجي في الرمية الاولى. والرمية التانية يكون عدد اولي. فحضرتك كده ويش لازم تكون مجهز الفضاء كامل سواء هتكتبه بالاسلوب ده او سواء هتعملوا على الشبكة اللي انت شايفه. فبالتالي هتلاقي العدد اللي عندك ايه? الرمية الاولى زوجي والرمية التانية يكون اولي فكده اتنين واتنين. عد ورايا كده اتنين واتنين. اتنين واتلاتة. اتنين وخمسة. كده اللي اتنينات خلصت. التلاتات تمام. الاربعة. اربعة واتنين اربعة وتلاتة اربعة وخمسة. كده اللي اربعة متخلصت خرش على ستة. ستة واتنين ستة وتلاتة ستة وخمسة. يعني كده معك. تلاتة تلاتة يعني كده معك تسعة. تسعة على ستة وتلاتين. هب الااجابة بتاعتك روبة. تلاتة في تلاتة ده كده الاحد او الرمية第二 مش زوجي انا انا بتكلم ان الرمية الاولى يكون زوجي والتانية هو اللي يكون ليه وانت ما عندكاش ايد. لو انت شايف دلوقات انا انا نحظة بس المهمة وانزل بس كده عشان ايه. افردنا على الجملة وفاكت مصطفى اهو. لو فاتح الكامرة كنت وردتك الميرشة والله يا مصطفى. ان شاء الله يا ولدي الحلاوة دي ياولاد. ما شاء الله. نسبة لان تتكرر في تاريخ اللغة المصرية. الله يابغي او بيودي اعقادكم من الموضوع بس يعني مش راضي بسراحة. يعني خبطنا مبارك واحدة اه مسألة اه بتاعت سيارة الشرطة دي. الناس حصل لها ايرور لمدة عشر سن عشر سواني كده ومش فاهمة هو دي مسألة ولا دي ايه. عاوز اعبادكم واحدة زيها دلوقت بسراحة بس مش راضي يعني. يعني مش عاوز اعقاد الناس ومتحملكم. بس ما يمنعش ان احنا نحل مسألة زيني. حدش يزعر مني بقى. ملت مديني سرعتها كانت كام? مرت بسيارة شرطة ساكنة. فبادت سيارة الشرطة فيه متابعتها بعد عشر سواني. فلو انا قلت لحضرتك. لو انا سيارة الشرطة خدت زمن مقدره نوت. بس سيارة الثانية اخرت زمن مقدره كان. الناس اللي بتطرح. يا استاذ. يا استاذ اللي بتطرح. حضرتك اللي بتطرح ايه? فاهمني يعني فيه فارق ما بينهم عشر سواني انا بتاخر فانت بالتالي زايد عني عشر سواني. من مرارها متحركة بعجلة منتظمة مسافة مت متر حتى بلغت سرعتها تسعين. يعني ان الاخر. انا بقول لك ان سيارة الشرطة اهيه. مشت تسعين متر. مشتهم بعجلة. حل? وبدأت سرعتها انها ايا انا مدها لك تسعين كيلو متر في الساعة تقريبا او مدها لك كم? تسعين كيلو متر في الساعة لكن هي مشت مية متر. وبدأ من السكون. مية متر وبدأ من السكون. حل? مش دين مسافة بس? ثم صرت بهاتي السرعة هتلاحقة تلال السيارة الاولى. اللي وبعد المنطقة دي مشت سرعة منتظمة لغاية ملاحقة السيارة الاول. فين السيارة الاولى اللي حقتها هنا. يعني دين مسافة اللي السيارة الاولى مشته? السيارة الاولى ماشية بسرعة م Bier mas m² مقدرها كامل لتينم وسبعين كيلو متر على الساعة. انا ماشي هنا بسرعة اتنين وجوى سبعين كيلو متر على الساعة. فلو انت هتقول ان المسافة دي تسميها فاق واحد. ودي تسميها فاق اثنين. ودي هتسميها فاق ثلاثة. فانت متأكل ان فاق واحد بيسوي فاق اثنين زائد فاق ثلاثة. ده اكيد. طيب فاق واحد بالنسبة لك سرعة منتظمة يعني سرعة في زمن. السرعة بتاعتك كام? اثنين وسبعين. مضروبة في خمسة على تمنتاشر. طيب الزمن بتاعك كام? نون زائد عشرة. لان في فرق عشر سوائن ما بينهم. لان انا فرطت ان الزمن بتاع الشرطة نون. يبقى التاني المفروض نون زائد عشرة. بتاع السيارة. المهم قلت لي كده انت جبت فاق واحد انا محتاج اعرف فاق اتنين. سهل يا هندسة انك تحصل فاق اتنين. اصلا عن تربيع بيساوي عن صفر تربيع زائد اتنين جيم فاق. عن تربيع معي بتسعين في خمسة على طمانتاشر الكل تربيع بيساوي صفر زائد اتنين جيم في الفاق اللي هي تسعين متر. لا مت متر. فمن هنا تقدر تجيب العجلة. وبعد ما تجيب العجلة تقرد تقول لي ان عين بيساوي عن صفر زائد تجيب نون. معاك العين معاك العين صفر معاك العجلة هتعرف تحسب الزمن. بس الزمن مين? الزمن ده بس. انا فاق اتنين معي اصلا كده كده بمت متر. تمام? تاني سريعا. تاني سريعا والناس تركز معي. تاني سريعا والناس تركز معي. مش عاوزين الهزار. مش عاوزين الهزار. يعني انت ما بتهزر في عاجة سيدي انت كده يعني مش بتدينه ده بس. يعني انت بتدين الناس وبتخرج من الموت وبتخرج الناس من الموت. بص انت بتقلب الحصة بهزارك اللي مانوش اي ثلاثين لازمة ده ولا طعم ولا لون ولا ريح او. الهزار بايف. فجو الكوميديان اللي عندك ده وفره لبكرة وانت جامل الامتحان كده بقعد خليك كوميديان كده مع نفسك كده بقى في اللجنة يعني. مش هنا. مش هنا مش نقصة والله. انا قراي امتحان زي زي البكرة اصلا. فمش نقصك كوميديان عليه ناية. فالناس اللي عادلتين ايش وتهزف الشات ده اذا الشات نقفله خالص علشان ايه? نراح بالنا. ونشرح براها واحدة للناس اللي عاوز تفهميها. بقول لك يا سيدي ده سيارة الشرطة. سيارة الشرطة لحقت بالسيارة التانية. بس الفرق ما بين سيارة الشرطة والسيارة التانية ان الكنين قطعوا نفس المسافة اهو. انا قلت ان سيارة الشرطة قطعت المسافة بتاعتها كلها في زمن مقدره نون. الزمن ده كله مقدره نون. يبقى زمن السيارة العادية نون زياد عشرة. ليه? ما هو الرجل التاني ده اللي هو مشي بالعربية اللي نزرق ده. هيقطع نفس الزمن بتاع صيارة الشرطة زي العشر ثواني لان انا كنت سابق صيارة الشرطة العشر ثواني. وهي حصلتني. يبقى انا اخدت زمن مقدارهم زي العشرة. لكن الشرطة اخدت زمن نوم. ماشي. قال لي بدا ان صيارة الشرطة مشت المسافة بتاعتها دي على مرحلتين. المرحلة الاولى المسافة فيها بمية متر. والسرعة الابتدائية بيساوي صفر. وسرعتها النهائية هنا بيساوي تسعين كيلو متر في الساعة. طبعا هنحول التسعين. يعني هنا سرعتها النهائية بخمسة وعشرين متر في السانية. حل? حل. طب بالنسبة للمسافة الاولى اللي هي بتاعك للراجل ده اللي هو السيارة العادية. قال لي هو ماشي حركة منتظمة. يبقى المسافة بيساوي سرعة في زمن. طب السرعة قال لي اتنين وسبعين. اتنين وسبعين. في خمسة على تمنتاشر كده معي عشرين. والزمن انتقيل السائل ان هو نون زياد عشرة. يبقى دي الاولى واسيبها زي ما هي كده. انت هدعمل ايه بقى في المسألة? انا كل اللي انا هعمله هجيب فاق واحد بدلال اتنون وسويها بفاق اتنين زياد فاق تلاتة. وفاق اتنين معي بميت متر. انا بقى عاوز اوصل له العلاقة دي. تعال انا بقى نمسك الراجل بتاع الايه? الراجل بتاع الشرطة واحدة واحدة كده. اللي انا معي سرعة ابتدائية ونهائية ومسافة. عودت في المعادلة التالتة بالصدفة اهو انا شغل بالصدفة. فانا معي سرعة ابتدائية بخمسة وعشرين تربيع بيساوي صفر زايد اتنين جيم في المسافة اللي هي مية طلعت العجلة. رجعت قلت يبقى العين بيساوي عين صفر زايد جيم نون معي العين انها ابتدائية بخمسة وعشرين وده بصفر ومعي العجلة رحت حسبت وقمت النون. يبقى انا عرفت الزمن هنا بكام? تعال نحسبها اهو عشان الناس الصيوحة خمسة وعشرين تربيع على اتنين في مية. يطلع تلاتة سالم. لأ مو. تلاتة علامة واحد اتنين خمسة. نرجع نعود تحت. خمسة وعشرين على انصر. يطلع معي الزمن بيساوي تمن ثواني. هوية تمن ثواني دول? دول الزمن اللي هو السيارة اللي بتاعة الشرطة مشيتهم بس بعجلة. يعني الراجل بتاع الشرطة ده مش مرحلتين. مش مرة بعجلة في تمن ثواني. تب المرة الباقي يا بقى هيمشيها في الدين. انا بقولك ان الزمن بتاع الشرطة كله نون. في حتة منها مشيها بتمانية. يبقى الباقي نون نقس تمانية. يبقى كده فاق تلاتة بيساوي سرعة في زمن. ليه سرعة في زمن? لان هو ايه اللي ان المرحلة التانية دي? دي بعجلة لكن دي منتظمة. فيبقى فاق تلاتة بيساوي سرعة في زمن. السرعة بتاعتك بكم يا يا ابني. اللي ما هي السرعة النهائية بتاعت المرحلة الاولى هيفضل ماشي بيها. ما هو ما فيش سرعة تانية. يبقى خمسة وعشرين. الزمن بكم يا ابني? قال لي نون نقس تمانية. بس. تعالا نعوض بقى. شيل الفاق واحد وحط قومتها عشرين في نون زائد عشرة. بيساوي. فاق اتنين بمية. انا مدالك في السؤال. فاق تلاتة بخمسة وعشرين في نون نقس تمانية. عندك معادلة لطيفة زريفة خفيفة عفيفة بدلالة نون. بتعرف تجيب منها كويمة نون? معادلة واحدة بس. بدلالة نون. بتعرف تجيب منها كويمة نون? هاي يا عمي المشكلة. هيطلع النون هنا بستين ثانية. بعد ما طلعت النون يا عمي. كده انت جبت لو النون طلعت بستين ثانية. الستين ثانية دول زمن الشرطة. الشرطة الشرطة لحية السيارة بستين ثانية. لكن زمن 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 السيارة نفسها كان بقى بسبعين يعني السيارة خادت زمن اطول بس الشرطة حصلتها يعني